اهلا بكم هذا يوم هامل الغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حاجات كتير تضر بعيوننا يعني فيه دراسات بتقول ان فيه بعض التصرفات اليومية قد تضر به النظر ضررا كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب اللي لفترة طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي مع الكلام كمان القلة الرمش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللاسقة لبس العدسات اللاسقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضررا كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللاسقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتة يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللاسقة دي للتجميل انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايزة غير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللاسقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومش عارف ايه كلام ده كله في المنتهى الخطورة لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللاسقة لكن تبقى قدرة الابصار نعمة كبيرة جدا وضعف الابصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الابصار تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهاردة يوم شديد الاهمية مع ضيف شديد الاهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا اللي وجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الاعلام ثقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الابصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للاعلام الطبي واعتقد انه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الاكاديمي العمل الاكلينيكي وايضا الاعلام الطبي في عالم القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج وسوبرستارز الاعلام وسوبرستارز العمل في عالم العيون الأساس الدكتور أحمد عدسان تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك اي حق انه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي اوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه معدهش ثقافة التفريقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضى بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضى في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون، طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار، سبع أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية. أمريكاً، أمريكاً آخر مؤتمر، لوس أنجلوس المؤتمر الدولي لتصحيح الإبصار. مؤتمر السنوي للجامعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء، وجراحات المياه البيضاء، ده كان مؤتمر كبير جداً بمؤتمر دولي، بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم. هو قوة المؤتمر أنه هو مركز أساساً في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء، وعمليات إصلاح عيوب الإبصار، زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عملية تانية لإصلاح عيوب الإبصار. فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديداً بيحصل، يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر. انتو جبتوا شهادة دي، دي شهادة الإنجاز دي من الجمعية الأمريكية اللي طبقوا جراحة العيون، كان ليه الشرف طبعاً يعني تشرف إنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017. لـ 2017، دي حاجة رائعة جداً جداً دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة، سرتيفيكيت بالجودة، هروح للمية البيضة بقى، يعني إيه مية البيضة؟ نبدأ نشرح للناس. طبعاً إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن إيه مية البيضة، بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن المية البيضة هي سائل لونه أبيض بتكون جوه العين وبيحجي بالرؤية، وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس، لا هي المية البيضة هو عتامة في عدسة العين البلورية، لأسباب كتير أشهرها تقدم في السن، فهنا وقت الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة. لما بتعتم المنظر ده، بتاخد ألوان مختلفة، بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة، ما بتشتت، ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإبصار، وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة. بدلاً ما بيبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده، بتبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير، المريض بيحس بتظاهر في النظر بس مش تظاهر حاد، عشان برضو فيه ناس بتتخدط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة، لا، بيبقى فيه تظاهر بطيء في النظر، والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة، وغير هو عملية مية البيضة، وهي عملية تحديداً تفتيت عدسة الأين المعتمة، اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها، واستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جوه الأين، ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد، وبالتالي برضو عايحب أكد لسهد المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زراعة عدسة، علاجان فيه ناس تقول لنا يسحب المية البيضة وما لهاش لازم العدسة يا دكتور علشان إحنا بنسمع أن العدسة دي مؤزية، طبعاً بيخلط الأمر ما بين عدسة لصقة زي ما حاك قلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوه الأين، فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين، فلازم مية البيضة معناها زراعة عدسة لصقة. نحل جداً وما فيش أي مشكلة خالص، وبنقول لما يكون فيه مية بيضة، بنقول المريض والله أنت عندك مية بيضة، المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة، ممكن تتقسم من واحد إلى ستة، مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية، برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين أن في بعض الناس ينزعج جداً يقول أن عندي مية بيضة، أنا هعمل عملية وإمتى، ممكن عندك مية بيضة وتعيش بها شوية، يعني ممكن ما تبقاش مؤسرة على حدة البصار، بس القاعدة العامة بنقولها ده لكل المرضى، إلما يجي لك مية بيضة، كلما بيكون بدري في عمل لعملية المية البيضة، كلما النتيجة بتكون أحسن وأضمن، ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة، يعني أنت مسافر بظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلاً أسرية، ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهرين، ما فيش مشكلة طالما أن درجة المية البيضة تسمح، في بعض الناس بيجونا في مراحل متقدمة جداً من المية البيضة بقولونهم لازم تعملوا العملية بسرعة، إزاي نعالج المية البيضة؟ هي برضو أنا المية البيضة من العلاج بمعنى علاج طبي، هي علاج جراحي، طي في طريقتين شائعتين لعمل المية البيضة، كنا زي ما بنكلم عن الجراحة، دلوقتي بطلنا أن نتكلم عن الجراحة خالص، إن خلاص ما بناش نعمل جراحة، بننا نعمل موجات فوق صوتية، أو الطريقة الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها، أو كلمنا عليها في المؤتمر، اللي هي الفامت وليزر في الجراحات المية البيضة، الفارق بالضبط كده هوات إن أنت في الموجات فوق الصوتية، أنا بفتت العدسة اللي جواه الأيين بالموجات فوق الصوتية، الموجات فوق الصوتية دي سلاحزوا حدين، ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزجة الأيين الداخلية، خاصة أنزجة القرانية أو الخلايا المبطنة للقرانية، قرانية جزء الخارجية من الأيين، المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، ممكن تؤثر بالسلب عليها، إن الفامت وليزر، لا، الفامت وليزر هنا دلوقتي فيه برنامج، ده بروجرامينج، أنا بفصل، كنت بعمل باترون، بفصل، أنا أعيز الفامت وليزر يشتغل إزاي على كل عين أنا هشتغل عليها، ممكن لعين المين حاجة ولعين الشمال حاجة تانية، وكل عين ليه برنامج خاص به هو، بنقدر هنا هواتنا، أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل إزاي، عايز صلح استجماتيزم، أقدر صلح استجماتيزم، عايزة فتت العدسة بطريقة المعاينة أقدر فتتها، طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر، هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح، مهما كان الجراح ده مهر في عمل هذه الخطوات، مش هيبقى زي دقة الليزر، وبعد كده هوات المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوات، بيعمل نقدر نقول حوالي ستين أو سبعين في المية من خطوات العملية المية البيضة بدون ما العين تفتح من أساسه، إن شعاع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة، فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه، فشعاع الليزر إن هوات بيعدي من خلال القرانية، هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العيان، مفيش أي قلم خالص، العين بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة، ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين، لكن العين بيبقى صاحي، بيتنفس، بيتكلم لو في حاجة مضايقة، بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه، بحيث إن هو السبات العين هنا مهم جدا، ودي خطوات المية البيضة زي ما تشافين، دي خطوات حقيقية، الموضوع بياخده حوالي، بياخده دقتين، ثلاثة، والشاشة اللي جنبينا هنا هوات، بتبالينا مصاري العملية، ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية، ونقدر نعدل كمان لو أنا عايزة أغير خطة العملية نفسيها، اكتشفت مثلا على سبيل المثال إن عنده استجماتيزم أكتر من لنا مدوقعة وممكن أصلحه، والمية البيضة شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرقة بطريقة مختلفة، بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة، أو شايف إن الجهاز خلاص أدى يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح، بنبتدي بعد كده الليزر يشتغل ويصلح، يفتت المية البيضة، كده كل ده والعين مش مفتوحة، أنا بأكد العين مش مفتوحة، وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر، يعني إحنا هنا هو العين ما تفتحتش من أساسه خالص، كل ده ده حلم كان بالنسبة لأن أنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين، وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين، تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها، لو عندك أستيقبال تزمك كمان تقدر تصلحه، وأنا ملمستش عين العين، والليزر هو شغال، وعين العين ما تفتحتش، وفي نفس الوقت، الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر، حين هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز، اللي هو بالواحد على الألف من الميلي، فهنا هو ده حرك شوف مصاري العملية، هي حوالي سبعين ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها، الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي ثلاثة أربع دقائق، يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر، بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية، لازم هنستخدم موجات فوق الصوتية، بس بصورة أقل بكثير من الطريقة التقليدية العادية، حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات، هنا هوت زي ما قلت، انت جبت حركة مثلا عربية، بتقدر تسوق لوحدها، انت بتقوله أنا عايز أروح من المنطقة نقطة ألف لنقطة بيه، وأعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز أشتري شوية حاجات، وخلاص انت عملت خطة البروجرام بتاعك، أو خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها، وبعد كده بتدوس على زر العربية هي تتحرك، وتؤدي اللي انت المطلوب منها بالضبط زي ما تحددت لها تماما، بس مثلا في الآخر انت محتاج انت تتوقف العربية بعد كده، هوت لازم تشوف العربية دي ماشي في طريقة مضبوطة ولا لأ، زي ما تشايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتو ليزر، المريض بيبقى صاحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني، علشان نبتدي نجهز للموجات في قساطية، أو نجهز العدسة اللي هنزرعها جوا العين، الجزء المتبقي من العملية ده لا يعادل أكتر من 20-30% من عملية الماء البيضة نفسي، يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتو ليزر من غير ما العين تتفتح، واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوحة علشان أشيل التفتيت، التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر، بسحبه بالموجات فوق الصوتية، وبزرع العدسة لجول العين، ناس بسأل طب انت هتزرع العدسة إزاي والعين مفتوحة، لا، بيبقى فيه فتحة بتتعامل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي، العدسة بتخش مطوية جوا العين، وتفرب بعد كده جوا العين، الفترة اللي العين فيها تفتحة قليلة، ده بيبقى يترجم في صورة أمان أكتر في الماء البيضة، كلما العين اللي هي الفترة الليها بمفتوحة عشان أزرع العدسة أو عشان أشيل الماء البيضة تكون أقل، كلما دي فترة أمان أكتر، السؤال الكلاسيكي دايما بيسألوه الناس هل يمكن ان تعود الماء البيضة مرة أخرى بعد كل ما فعلناه من فمتو ليزر وزرعت عدسة؟ السؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي، تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألوه هوا الماء البيضة بترجع تاني ولا؟ والإجابة لا بصورة قاطعة، مفيش ماء البيضة بترجع تاني، بس في بعض الناس بنسبة نيضة نقول لأشيل في الماء بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية، المحفظة الخلفية هي نسيق شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة، لما بزرع عدسة جوال عين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة، هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لأنا حطتها مكان الماء البيضة بزرع عدسة، بحطها على محفظة خلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوال عين، ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس، وما فيش أسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي سبب، أو نتوقع إن المريض دا الاعتامة دي هتظهر عنده، والمريض دا مش هتظهر عنده، السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جداً، بنعمل جلسة ليزر، بنشيل الاعتامة دي بجلسة ليزر، مش عملية، وبأكد مش عملية، المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدوم معادل جداً، مش هيعيد العملية التانية ولا يخش قط العملية التانية، يمكن بسبب الموضوع دا الناس بيتهيق لها إن الماء بدأ بترجع تاني، فبنقولهم لا ما بترجعش تاني، في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفاظة الخلفية، بيلزمها إجراء بسيط جداً، اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالزبط، بيهدومه في العيادة، مش في العمليات، وبيمشي على طول. عايز أحط مقارنة بين الأشياء وبعضها، يعني وإحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية، العملية أو بين الفيمتو وبين الألتراسل، وحطناهم جمع بعض، ونجمل للناس أو نفاهم الناس الفروقات بين الاتنين إيه؟ الفروقات ما بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك أنت بتعمل حاجة يدوي، وبتعملها بالليزر، يعني هنا هوت مثلاً على سبيل مثل، لو بصنا على الشاشة، هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده، ده الفيمتو ليزر، اللي على الشمال بيقولك تشريح الأين، الليزر هيشتغل إزاي؟ لو إحنا بصينا هنا هوت المية البيضة نفسية، لو إحنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في ناحية الشمال، هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية، أنا أنا بخش بمشرط، بفتح فتحتين في العين وساعدي ببتلت فتحات، بعمل حاجة بأشر المحفظة الأمامية بتاعت العدسة، بأشرها بإيديا فبتطلع مش هرشرة، ما بتطلعش مدورة مظبوطة، بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين، ده بيخلي العدسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط، ساعات بتعمل العدسة، تبقى ملوية شوية زرين بعد لمزرعها، ما بتبقاش مظبوط، هنا الليزر بص حقيقي الليزر بيشتغل بشوعة، هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي أنا عملتها، والفتحة اللي أنا بعملها في المحفظة العدسة الأمامية، بتتعمل بالليزر، بتطلع دايرة مظبوطة، كأنك بالضبط عملت شباك، بدأ ما تشتغل بشاكوش وأجنة، أنت عملته بالليزر، فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي، لك أنت تشغل بشاكوش وأجنة، وعمرك ما هتعرض تظبطها، هيتطلع معوك شوية صغيرين، الشباك أنت حفرت دا، معوك شوية صغيرين، مش منتظم، هنا الفهمة الليزر بيفتت العرس، والفهمة الليزر بيكون آمن جداً على أنسجة العين الداخلية، على عكس الموجودة في وساطية، لما بيفتت العدسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها، دا بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية، فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس، مش هيجي لهم تأثير سلبي، وده مهم جداً عند بعض الناس عندهم التعبات مزمنة في العين، أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية، مهم جداً نحن نعمل لهم الموجودة في وساطية، بأسف، لفهمتو الإسر، ونتجنب الموجودة في وساطية في حالته، وبعد كدوا بنزرع العدسة اللي جوه لي، فطبعاً الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول، أو التقليدية اللي بتتعامل، أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية صغيرين في الفهمتو ليزر، لكن الموجودة في وساطية احنا بنعملها من أولة لأخيرة، بتعتمد على مهارة الجراحة، الفهمتو ليزر هي بروجرامنج برمجة لغاية زرع العدسة، بعد زرع العدسة، انت الجراح بس خلص العملية وخلص خلاص طبعاً كدوا، يتفوق طبعاً الفهمتو ليزر ممكن صلح الأستيجماتيزم، هنا في حاجة عملية زي ما نسمعها تشريط قرانية، كان بيتعامل بالطريقة الأدوية، وليها مشاكل كتير جداً، فإحنا في غيران إحنا نذكرها، بالفهمتو ليزر ما لقناش المشاكل دي خالص، ندقة الليزر هنا بستفيد منها، فنقدر نصلح الأستيجماتيزم بصورة عالية جداً، ونضمن المريض إن هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية. قضية أثرت جدل الحاول عند الأطفال، هل نتدخل لعمل عملية ليزر للأطفال اللي عندهم حاول، ولا لا؟ سؤال، عايز تفصيل بس عايز أخبوه من الجد. لا، حاول الأطفال فيه أنواع كتير من الحاول، حاول ممكن يكون ناتجاً ضعف في عضلة من العضلة، طبعاً دي لازم يحل جراحي، ما فيش حل ليزر، ده حل جراحي إن أنا العضلة الضعيفة بقوية وخلاص. ده مشكلة عبالية؟ بالزبط، لو مشكلة نتيجة ضعف الإبصار، وده شائع جداً، ما بنعملش ليزر، لأ خالص، إن هو الطفل الصغير ده نظر متغير، أنا لو هعمل ليزر النهاردة على مقاس، المقاس ده مش ثابت، بعد سنتين ثلاثة، المقاس ده تغير خالص، والطفل هيرجع يلبس نظارة، وقد يكون الحاول يرجع تاني، ويبقى أكتر من الأول. ثانياً، عشان نعمل ليزر فيه فحوصات بنعملها، علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزر ولا لأ، الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين، أو أربع سنين، أو سنتين، أو ثلاث سنين، صعب جداً، أنت تقيس سمك القرنية، وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرنية في الأطفال الصغرين، أنا أعتقد أن دي يعني لأ، يعني ما نفعش خالص، ما فيش بنفعش، ليزر بنعمله، يعني بس أشابه واضح برضو، وضقيق في كلامي، بنعمل ليزر في الأطفال في حالات وليلة جداً، لما يكون في ضعفة في عين واحدة بس، ما آيس على سبيل المثال، السادة المشاهدين فيه عندهم الأطفال يبقى عندهم عين فيها سالب تسعة، وعين تانية سالب واحد، الفرق هنا ضخم جداً، لا يمكن تعويضه بالنظارة، وصعب الطفل اللي عنده ثمان سنين ده، أو ست سنين تلبسه عدسات لصقة في العين الضعيفة، فإحنا بهذه الحالة بنعمل ليزر أو سعب بنعمل زر عدسات، ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحياً أو بالليزر، في وجود حاول عند طفل عشان فيه فرق كبير في المأسات ما بين العين اليمين والعين الشمال، لكن طفل عنده عين الاثنين، عنده ضعف نظر وبلبس نظارة، وعنده حاول، أقول له أعملك ليزك عشان أضيع الحاول، لا ده كلام غير علمي بالمرة، وأعتقد أن ده سلبي جداً جداً جداً، في الطفل العزيز، قاله أستاذ الدكتور رحمة العصف، كان في الدكتور، خلق نقودين من أبداً جداً.